وفي لقاء خاص للتلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن الدولة لديها منتجات وفواكه ومحاصيل زراعية يمكن تصديرها لأوروبا كما لفت نواب إلى مطالبتهم للحكومة بالتوسع في التصنيع الزراعي ربنا حبانا الحياة في مصر بمناخ يخلي في محاصيل معينة تصديرية ممكن اللي بينافسنا فيها تلت دول بس تركيا أسبانيا مغرب إنما عندنا نقدر نكبر هذه الصدرات بشكل كبير وليه كنت بتكلم في طلب المناقشة كده ده إن دي حاجة ممكن تزود صدراتنا نتوجه بشكل كبير جدا وده اللي طالبنا من الحكومة التوسع في التصنيع الزراعي ودعم صغر المنتجين والزراعيين وغيرهم علشان نقدر نعظم القيوم المضافة من منتجاتنا ولا نقتصر فقط على تصديرها في صورتها الأولية اللي بيكون لها عائد بالتأكيد دولاري وموثل في العملة الأجنبية ولكن أيضا إذا ما استطعنا أن نوفر فرص عمل ونوفر استثمار ونوفر كمان بشكل من أشكال تعظيم القيوم المضافة لهذه المنتجات بعد التصنيع ده هيكون له عائد أقوى بكتير جدا نحن في الأصل بلد زراعي في الأصل اللي اقتصادنا قائم على جزء كبير جدا منه في مجال الزراع تقديم الطلب كان حاجة جيدة نقشنا وطرحنا المشكلات العملية اللي موجودة في دوايارنا واللي موجودة على أرض الواقع بشأن معوقات تصدير الحاصلات الزراعية سواء من فكهة أو خضروة